هل ترى أن مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت العربية في عام 2002 ما زالت قابلة للتطبيق خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية وهي متطرفة برئاسة بن يمين نتنياهو؟ المبادرة منذ 2002 هو الخيار الاستراتيجي للدول العربية والمبادرة في حد ذاتها هي دليل على التطلع وتوجه الدول العربية نحو السلام وفقاً لعناصرها المختلفة بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية ويظل هذا هو الهدف وبالتالي المبادرة هي مبادرة تتناول كافة أبعاد القضية وهي اليوم تستطيع على أساسها أن نبني سلام حقيقي في المنطقة دولتين فلسطين وإسرائيل يعيشوا في سلام ويعفو الشعبين من الأضرار والويلات التي تعرضوا لها على مدى السبعين عام الماضي ما المطلوب لتنفيذ هذه المبادرة؟ الإرادة السياسية لدي الجانب الإسرائيلي بقبول حل الدولتين والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية منذ اتفاقيات أصله والمفاوضات صارت على مدى ثلاث عقود ولكن لم تؤتي بنتيجة في دوق عدم توفر الإرادة السياسية وهناك الآن تصريحات رسمية من الحكومة الإسرائيلية تؤكد مرة أخرى رفض هذا الخيار بالتالي لابد أن يكون الموقف الإسرائيلي متوافق مع الإجماع والتوافق الدولي على أن حل الدولتين هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية والقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إقامة الدولة الفلسطينية وبالتالي هذا هو الهدف ولابد من تحقيقه لأنه الشعب الفلسطيني هو شعب جدير بأن تكون له دولته وأن يعيش مثل بقية دول العالم في أمان وسلام ترجمة نانسي قنقر